اشتركوا في القناة وصحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي ومساعدة وسعيده وسعاد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء إذن في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال ملاحظاتكم أرائكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي بإمارة دبي وتطوير خدمات هيئة الصحة في مستشعاتها ومراكزها المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية إذن اليوم الأحد وكل يوم أحد يطالعنا ملحق البيان الصحي الصادر مع صحيفة البيان بمجموعة من الأخبار الصحية المتنوعة والحوارات الغنية بالمعلومات الطبية والمقالات والدراسات الحديثة والنصائح الغذائية وغير العديد من الأخبار هنا أتمنى منكم مستمعين الكرام اللي يعني حاب أن يتعرف على هذا المواضيع ممكن أن من خلال شراءة لصحيفة البيان يشوف هذا الملحق ويتعرف على آخر المواضيع اللي فيه لنا بالفعل ملحق قيم جدا وفيه العديد من المواضيع اللي ممكن الواحد يستفيد منها لا تنسون انتهاء مهلة غير المشمولين بالضمان الصحي 31 ديسمبر الجاري وكانوا الجماعة في البرنامج مع ابو سيف في البت المباشر من صدفين دكتور حيدر وتعرفته أكثر على معظم التفاصيل الخاصة بالتمين الصحي قبل برنامجنا أيضا نحاول نخصص في الأسبوع هذا بعد حلقة كذلك للتمين الصحي إذا ما ناسب وقت الدكتور حيدر أنه يكون موجود معانا بحكم أنه الضغط كبير عليهم فنقول لكم باقي 13 يوم على انتهاء المهلة المقررة لانضمام غير المشمولين بأي نوع من أنواع التمين الصحي في دبي إلى منظومة الضمان الصحي قبل بدء سريان الغرامات المقررة والمحددة بيوم الأول من يناير 2017 أيضا مستمعين اليوم كذلك سيتم إن شاء الله يعني أعلان مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي أسمى الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في دورتها الرابعة واللي شملت يعني مرشحين من 11 فئة لكل من فئات الخدمات والمبادرات والأفراد وقنوات تقديم الخدمة أنا على حد علمي نحن مشاركين في العديد من الفئات منها يعني فئة أفضل خدمة حكومية جديدة وأيضا فئة أفضل مدير مركز اتصال كذلك في عندنا فئة أفضل تعاون داخلي ما بين العيادات المشتركة لسرطان جهاز الهضمي وأيضا في عندنا أحد التطبيقات المشاركة معانا في هذه الفئة وهو تطبيق حياتي لمرضى السكري إن شاء الله يفوز هذا التطبيق لأنه بالفعل تطبيق قيم جدا ويساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة عند مرضى السكري وتوعية بهذا المرض أو أيضا من بين الجهات اللي نحن مرشحين لها في هيئة الصحة في دبي هو أيضا أفضل موقع إلكتروني كذلك هو واحد من أفضل المواقع الإلكترونية اللي ترشحه تقريبا خلس مواقع نحن كنا واحد من هؤلاء الخمسة عموما الأعلام الاجتماعي صار له دور كبير في حياتنا يمكن واحد الحين ما ينشمر رقاد اللي أول شيء يسوي طالح ساباته في التواصل الاجتماعي ولا شو رأيت يا أسمى الجناحي صبحت الله بالخير صبحت الله وأنه رفض رفضي محمود كم مرة شوفين السوشال ميديا في اليوم أسمى ما ينعز أول شيء يسويني يوم تنشي مرقاد أشيك الإسلام على تويتر فيسكوب نستجرام والواتساب هذا شو يدل أسمى يدل على أهمية التواصل الاجتماعي وبعض الأحيان ممكن التواصل الاجتماعي يصير مثل الإدمان لكن نحن في هيئة الصحة في دولي عندنا مجموعة حسابات قيمة فيها معلومات كبيرة وفيها أيضا فايدة كبيرة للمستمعين خبرينا شو عندنا اليوم كترند في السوشال ميديا وأيضا في حساباتنا في الهيئة حاليا نحن مترجحين لحضور ملتقى حمدان وهو يعتبر حلقة وصل بين الجهات الحكومية في كل ما هو يتعلق بالخدمات الحكومية وهي منصة لتبادل الأفكار بين الجهات وعرض آخر الابتكارات والحلول البكية صحيح في تنسل جهات صحيح طيب إن شاء الله رح يبدأ الساعة 11 ويمكن لكل الناس يتشوفونه بنقل مباشر عن طريق يوتيوب نموذج جدبي يعظمنا بشكل مباشر كامل أيضا نحن كحسابات الهيئة رح نصير ونغطي عبر تريسكوب والسنابكات وإن شاء الله إذا فزنا على السويتر والإستقرام إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب تمام يا اسمي في شيء ثاني تبغين تضيفينه شو لي وما خبرتينه شو ليوم الصباحية كانت الرسالة الصباحية هي قبل بداية أسبوع عمل جديد أجلس مع نفسك أكتب أهدافك وعمالك لهذا الأسبوع ثم أبدأ تطبيقها والعمل على إنجافها أجلس مع نفسك ثم أكتب أهدافك أكتب أهدافك لهذا الأسبوع ثم أبدأ تطبيقها والعمل على إنجافها طرح أنا أقول لكم هذا في الاجتماع عمالنا اليومي هاسمة دوما أقول لكم اكتبوه ما لسبوعه كامل عموماً أسمة أنا شاكر لك هذه المداخلة ودائماً ما تثرين البرنامج بالكثير من المداخلات الجميلة تبغي أنت ضيفين شيء أسمة قبل أن أختم معاك؟ لا بس يتابعون على حساباتنا حساباتنا هي دي اتش اي عندرسكور دبي شكراً لك أسمة الجناحي مسؤولة السوشال ميديا عندنا في أهية الصحة بدبي نحن أيضاً نضم صوتنا لصوتك باللي يحاب أن يتابع تفاصيل جائزة حمدان بن محمد الحكومة الدكية لعام 2016 ممكن من خلال حسابات البرنامج وأيضاً من خلال حساب الهيئة اللي هو دي اتش اي عندرسكور دبي دي اتش اي عندرسكور دبي هذا بالنسبة لي تويتر وإنستجرام وأيضاً سناب شات اعتقد بعد نفس الشيء طيب يا مستمعين نذكركم بأرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق رسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة في مجموعة رسائل هذه كانت أعتقد التيمين الصحي ولكن يعني يتعلى برنامج البث المباشر اللي عندها أي استفسار أو عندها أي سؤال ممكننا يشاركنا مثل ما قلنا على الأرقام اللي ذكرناها قبل قليل إذن اليوم عندنا ملحق البيان الصحي في أهم الأخبار الواردة في هذا العدد من البيان الصحي انتهاء مهلة غير مشمولين بالضمان الصحي 31 ديسمبر مستشفى تبيس تأصل ورماً سرطانياً بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D تخزن عينات الحبل السري بأسعار رمزية خطة شاملة للتوسع في نطاق خدمات فحص اللياقة الطبية والارتقاء بمستوياتها نقص فيتامين دال أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة صحة دبي تخفض أخطاء صرف الأدوية بنسبة 99.5% باستخدام نظام إلكتروني متطور وإفراط المسنين في الأدوية وسيلة للإدمان والوفاة إضافة إلى العديد من العنوين الأخرى المتعلقة بالتغذية والصحة الذكية والأخبار الطبية الخفيفة وإن شاء الله اليوم نسمع أخبار زين وجيدة تفرح العاملين في هيئة الصحة بدبي بفوزنا إن شاء الله في المشاركة الخاصة ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2016 فاصل مستمعينا بعد الفاصل ما نتواصل فابقوا معنا صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين على 600551414 أو عن طريق رسال نصية على 4006 مستمعين مستشفى لطيفة للولاد والأطفال يعني يؤكد عن الحرص اللي توليه هيئة الصحة بدبي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تفادياً للمضاعفات السلبية التي قد تأتي على الطفل في مراحل عمرية متقدمة أيضاً هناك جهود للتوعية المستمرة التي يقوم بها المستشفى للحد من ظهور حالات الإعاقة لدى الأطفال كذلك هذه الأمور تتم عن طريق الفحص المبكر للمواليد الجدد والذي يساهم في الكشف عن أكثر من 40 مرض وراثي يمكن تشخيصها قبل ظهور أعراضها على الطفل 40 مرض وراثي يمكن تشخيصها قبل ظهورها على الطفل هذا موضوع مهم جداً سوف نتحدث عن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة مع ضيفنا في الستوديو دكتور محمود صالح الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للولادة والأطفال حياك الله معنا دكتور صبح كالله بالخير يا أبيك السلام عليك دكتور 40 مرض وراثي في البداية قبل أن أدخل بتفاصيل هذا الموضوع كيف يمكن أو ما هي الخدمات المتميزة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وخلنا نتحدث عن هذه الخدمة بشكل عام هي الأمراض الوراثية والهرمونية مش بس وراسية الكشف المبكر لحدثي الولادة زي ما تفضلت يكشف حوالي على الأقل 40 مرض في أطفال أول ما ينولد الطفل لا يبان عليه أي أعراض مرضية ميزة هذا الفحص اللي هو بسيط جدا عبارة عن شكة صغيرة في كعب الطفل وبدع قطرات من الدم ممكن تشخصنا حالات وراثية ممكن تظهر في الطفل بعد ذلك أو حالات مرضية نتيجة نقص هرمون معين وبالتالي ممكن يتعالج الطفل وتتفادى حصول إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية تؤثر على الأسرة تؤثر على الاقتصاد ذات تكليف عالية ذات أثار سلبية جميع الأطفال المولدين في مستشفى لطيفة وفي مستشفى دبي بعد مرور 24 ساعة على الأقل عادة الفحص نعمله ما بين 48 إلى 72 ساعة من الولادة من الولادة طبعا ليش 48 ساعة لأنه دقة الفحص تزداد عندما نتعدى 24 ساعة فحسب المعايير الدولية الفحص يتم عمله بعد مرور 48 ساعة إذا كان الطفل موجود في المستشفى جميع الأطفال المولدين منسو الفحص إذا حصل أن الطفل خرج من المستشفى يعطى موعد للعيادات الخارجية اللي تحت هيئة الصحة في دبي ليتم عمل الفحص له يتم التواصل مع المركز الصحي للتأكد من أن هذا الطفل قد حضر وتم فحصه لضمان أنه يكون على يعني 100% من الأطفال اللي الفحص تم عليهم جميل دكتور ليش يعني كعب الطفل هل في حكمة من وراء موضوع أنه كنت هذا ولا ممكن في أي مكان هي ممكن أي مكان بس هي لسهولة الكعب الوجع هيكون للطفل أقل جداً لو أنت شكيته في إصبعه أو أي مكان تاني جميل طيب أماكن تقديم هذه الخدمة قلناه مستشفى لطيفة ودبي دبي والعيادات الخارجية والعيادات الخارجية اللي هي في مراكز الرعاية الصحية مراكز الرعاية الصحية طيب أربعين مرض عدد هذه الأمراض اللي يتم كشفها دكتور يعني عطنا أهم الأمراض اللي ممكن واحد يعني يستخلصها من وراء هذا الفحص يعني مثلاً في مرض اسمه فنول كتونيوريا عبارة عن مشكلة وراثية لا يستطيع الطفل تحليل البروتين الموجود في الحليب والغزاء فإذا لم يتم معالجة الطفل فإنه 100% سيتعرض إلى قصور عقلي لو شخصها من البداية سوف يوضع على نظام غزاء معين وبالتالي ممكن يتفادى المرض قصور الغدة الدرقية الوراثي الطفل لا ينتج كمية كافية من هرمون معين في جسمي فإذا لم يتم معالجته أيضاً سوف يؤدي إلى حصول قصور عقلي وجسدي أحد الأشياء اللي هو التضخم الغدة القضارية وأمراض الأنيمية المنجلية الأمراض الأنيمية المنجلية منتشرة جداً هي مشكلة وراثية في الدم كوريات الدم بتكون الحمراء للطفل تتغير من شكلها الدائرة إلى شكل منجلي نتيجة نقص معين في الدم فإذا لم تتم معالجة هذا الطفل سيتعرض إلى مشاكل صحية كثيرة فأنت كل هذه المشاكل تتفاداها إذا أنت شخصت المرض من البداية قصور في السمع إذا لم تشخص الطفل أنه يوجد مشكلة في السمع فهذا الطفل مستحيل أن ينطق لأنه النطق طبع الطفل متصل بالسمع جميل أنا بس بذكر برقم الهاتف 600551414 اللي اللي حاب يتواصل معنا أنا عندي مشكلة فيه نظام الاسم اس ما بقادر أشوف المسجات فسامعوني إذا حد يحاول أن يبعث لنا مسج أنا مم بقادر أشوفه لكن عموما اللي حاب يتواصل معنا على 600551414 دكتور يعني سوينا الفحص طلع الطفل في مجموعة أمراض معينة اللي ممكن نحن نتفادها بشكل أو بآخر شو المتابعة للأطفال حديثي الولادة اللي ممكن نحن نتأكد من إجراءهم لمثل هذه الفحوصات الآن الطفل بعد ما نبعث الفحص طبعا الفحص يبعث إلى المختبر المركزي في أبوظبي وخلال أسبوع وأحيانا طبعا يعني خلال 24 ساعة يأتي الرد من المختبر لو كان فيه شيء يدل على المرض فإن الطفل يعني نطلب من الأهل إحضار الطفل إلى المستشفى ونجري عليه فحصات مخبرية إضافية وإذا ثبت فعلا أنه هذا المرض موجود فيه نبتدي العلاج ولهذا السبب يعني نصيحة لجميع الأولياء الأمور أنه يتأكدوا أنه رقم الاتصال التليفون اللي موجود في المستشفى يكون رقم صحيح وفيه رقم بديل في حالة وجود أي فحصات تدل على وجود مرض عشان يتم سهولة الاتصال بهم طيب دكتور شو أبرز الحملات التوعوية اللي تقام بمثل هذه الأمراض اللي ممكن أنتوا تساهمون من خلال هذه الفحصات أنكم تتبعون الناس بخطورة هذه الأمراض وضرورة إجراء هذا الفحص جميع الأولياء الأمور عند وجودهم في المستشفى وبعد الولادة يتم شرح هذا الموضوع بطريقة واضحة من خلال الطبيب المعالج ومن هيئة التمريد في المستشفى تقريبا نسبة عندنا نحن نسبة للمواليد اللي يسوون هذه الفحصات دكتور كم؟ يعني ما سأعطيك مثال مستشفى لطيفة عدد الولادات التي تمت السنة الماضية كانت حوالي 5780 طفل 5780 طفل تم إجراء الفحص عليهم 100% جميل جدا طيب نحن نذكر دكتور للي انضمونا على السمع بأهمية إجراء الفحوصات أو فحص الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وأيضا دكتور يعني إذا كانت في تاريخ العائلي لهؤلاء يعني في بعض الأمراض اللي معروف أن في العائلة هذه ممكن تكررت في أكثر من جيل هذا الموضوع الفحص يعني الواحد لازم يسويه أكثر من غيرهم كلهم كلهم لازم يعني يجب على جميع الأطفال أن نعمل الفحص عليهم وجود أمراض وراثية في العائلة يساعد في تشخيص المرض بعد ذلك أو على فرط طفل مش مولود في مستشفى لطيفة في الحالة هاي الكشف المبكر ما بيكونش إجا من السفر من برة وعمره ثلاث شهور في الحالة ما له أي فائد لأنه المرض حيكون أريدي ظهر في الطفل أوكي فهو فايته يعني من الاسم الكشف المبكر فيه أول أسبوع سوف يعطيك قلنا بعد 48 ساعة وقبل 72 ها دكتور يعني لحنا نطبق لا هي بلغاية أول أسبوع أنت فيك تسوي الفحص النتيجة بتكون واضحة دقة الفحص تزيد من بعد 48 ساعة احنا ممكن نسوي الفحص احنا الأطفال الخدج مثلا اللي مندخلهم في قسم العناية المركزة منسوي الفحص هو عمره 24 ساعة أحيانا المختبر يتصل فينا ويقول يرجو إعادة الفحص نتيجة وجود شك كذا كذا فلتفادي عملية إعادة الفحص منسويه بعد 48 ساعة ممتاز جدا طيب دكتور بالنسبة للخدمات الأخرى التي تقدم من خلال قسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة شو هي أبرز الخدمات الأخرى التي تقدم في هذا المجال جميع الأطفال الذين يولدوا في مستشفى لطيفة بالإضافة إلى الفحص الوقائي المبكر يتم فحص السمع للأطفال وعند وجود أي شك في مشكلة في سمع الطفل يعطى موعد لقسم الأنف والأذن في مستشفى دبي للمتابعة كذلك يتم فحص فحص يشخص الأمراض الحارجة للقلب يتم بعد مرور على الأقل 24 ساعة من ولادة الطفل عن طريق وصل جهاز معين إلى يد الطفل ومنشوف نسبة الأكسجين عنده إذا كانت يعني بحد معين أقل من حد معين يحول إلى يعني نعمل فحصات معينة للطفل وتستطيع من خلالها أن تشخص إذا كان في أي مرض بالقلب جميل إضافة إلى طبعا يعني هاي جميع الأطفال بصفة عامة قسم العناية المركزة للأطفال الحديثي لولادة موضوع تاني يعني نستقبل فيه الأطفال الخدج من 24 أسبوع إلى الطفل الكامل حسب الأمراض اللي موجودة فيهم جميل دكتور يعني قبل أختم هذا اللقاء في شيء تبغي تواصله يمكن أنا نسيت أن أذكر بعض النقاط الخاصة بموضوع الكشف المبكر أو أي موضوع آخر أهم شيء رسالتي إلى الأولياء الأمور يتأكدوا أنه الفحص المبكر يتم لطفلهم وإذا لم يتم خلال وجودهم في المستشفى يعني يروحوا للمراكز الصحية التي المستشفى توجههم إليها ويتأكدوا دايما أنه أرقام الاتصالات تكون صحيحة من شان لا سمح الله إذا فيه أي شيء يتم اتصال فيهم فورا إذن دكتور محمود صالح الحليق زشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للولادة والأطفال نحن شكري لك تواجدك معانا دكتور وأيضا أنا ضم صوتي لصوتك يا جماعة الخير اللي عندها بتربي ولد ضروري جدا عملية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة هي كلها بس يعني على قولة الدكتور شكة صغيرة في الكعب يعني أنت ممكن تحمي طفلك الكثير من الأمراض عموما نحن ما نتواصل معاكم بعد الفاصل عندنا موضوع آخر ما نتكلم عنه ما نتكلم عن بحوصات الأشعة بين المنافع والمضار فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي توش تغلا من المسجات ترى سامحوني اللي ما قريت مسجاتهم أثناء الفاصل السابق كانت عني شوية مشكلة تقنية لكن الحمد لله حلوها الجماعة بشكل سريع بعبد الله يقول الحمد لله نهاتفي من النوع القديم لذلك فأنا بعيد عن ندمان مواقع التواصل لأني أعتقد أن مواقع التواصل مضي على الوقت والجهد حسب ما أراه من مدمني مواقع التواصل والسلفي وأقوم بإنهاء أعمالي ودفع فواترة على جهاز الكمبيوتر وجهة النظر رجاء الاتصال بي وذلك اللهمية ممكن تتصلين فيه حمد تشوفين شو الموضوع عنده مستمعين فحوصات الأشعة التي تقدمها المؤسسات الصحية بشكل عام لا شك أنها تعد نقلة نوعية في مجال التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة طبعا على هذه الفحوصات يتوقف القرار الطبي السليم في تحديد وضع البرنامج السليم لهذا المريض لكن لهذه الأشعة أضرار جانبية على المريض ومتى يتم استخدامها متى يكون لها آثار جانبية على المريض إذا كان لها آثار جانبية ما هي الحالات التي تحتاج إلى مثل هذه الفحوصات وكيف يتم تحديد الجرعة المناسبة للحالات المرضية كل هذه الأسئلة ما نطلحها على ضيفنا في السوديو الدكتور سامر بسكي استشاري ورئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباح النور دكتور يعني في البداية خلنا نتكلم عن فحوصات الأشعة بشكل العام وأنواعها شو هي هذه الفحوصات شو هي أنواعها الفحوصات الأشعة طبعا نوعين في الأشعة العادية في الأشعة التي تابعة للطب النووي حاليا في مستشفى فهي تخصصين منفصلين حاليا في مستشفى راشد عندنا هي الأشعة العادية هي الأشعة السينية فحوصات الأشعة الموجودة هي عندك الأشعة المقطعية والأشعة السينية التقليدية طبعا رانين المغناطيسي لأمواج الفوق الصوتية الأشعة التناظرية والأشعة التداخلية اللي هي مرات تكون جزء من العلاج المريض كيف يعني أشعات تداخلية هذه؟ التداخلية من الأشعة الموجودة مثلا المستشفى راشد أنه مثلا إذا كان فيه جلطة دماغية وكان بداية الجلطة خلال الأول ثلاث ساعات ممكن أن مع طريق الأشعة عندنا قسم خاصة لأشعة التداخلية ممكن أن الدكتور يدخل لمكان الجلطة وكان فيه ما فيه انسداد شريان ويفتحها بدواء سمع الله هذا أنا أذكر دكتور كنت أشوفه على التلفزيون يسوون أو شيء شيء هذه الأشعة الأشعة هي وعبارة عن مثل ما تحط وايرات في هذا وتتبعها بالأشعة تشوفه وين توصل ممتاز جدا طيب دكتور متى يطلب الطبيب إجراء مثل هذه الفحوصات أو هذه الأشعة أشعة التداخلية يعني بشكل عام الأشعة بشكل عام أشعة تشخيصية هو طبعا مع مرور الزمن يعني مثلا من يوم ما اختروع الأشعة من 1895 طبعا أشعة قدوعة في 1895 1896 انفتحت أول قسم الأشعة في مستشفى في غلاسكو في سكوتلندا أوكي من ذاك الوقت إلى الآن زاد استخدام الأشعة حتى صارت الأشعة شيء ضروري حتى في أقسام الحوادث ممم موجودة هاري إذا الدكتور محتار مثلا بين تشخيصين أو أنه يريد أن يشاهد هل المريض يحتاج علاج عاجل ولا لا فيطلب للأشعة الحين عندك مثلا مريض مريض في الحوادث مضروف في رأسه فتبتعرف هل في نزيف في الراس ولا لا فما عندك حال ثاني غير تطلب لأشعة مقطعية تشوفه إذا في نزيف ولا مثلا حد كان في حادث سيارة كبير والريال صاحي جدامك فتبتعرف بشكل أكيد هل أنه عنده نزيف داخلي ولا لا فلازم تطلب الأشعة جميل دكتور يعني نحن أنا في بداية المقدمة كنت أتحدث عن بعض الأشعاء قد تكون ضارة على المريض لكن الآن خلنا نتكلم عن خطورة الأشعاء متى ممكن يكون ضار للمريض وكيف يجب وكيف يتم تحديد الجرعة المناسبة للمريض أو فترة تعريض المريض لمثل هذه الأشعاء أو شو هي الأشعاء الضارة؟ أنا عندي أشعاء أخوي مثل حال حال أي دوام كل دوام لأعراض مفيدة للمريض في أعراض جانبية صحيح للمريض فالطبيب اللي يطلب الأشعاء لازم يكون يدرك هالشيء إنه هو طالب الأشعاء على أساسي يدور على شيء معين وبالتالي يبدأ العلاج بالنسبة لأخطار الأشعاء احنا طبعا الأشعاء اللي موجود في هذا هو الأشعاء الطبي فبمرور الوقت دائما في أبحاث موجودة في العالم وشيء عشان تقلل من خطر الأشعاء صحيح إلى يومنا هذا ما في بحث أو ما في خبرية أن الأشعاء الطبي اللي يتعرض لمريض تسبب له بأضرار عرف بس ما معناته أنه ما لأضرار ما لأضرار مو معناته أنه نقول خلاص ما في أن نفتح الباب أنه خلاص أي حد يطلب لا لازم يكون في أشياء معينة لازم يكون الطبيب اللي يطلب الأشعاء يكون فعلا يشوف إنه هل ميض فعلا يستحقها الأشعاء يعني إشياء أقولك الأبحاث اللي صارت في مجال الأشعاء هم قارنوا الأشعاء اللي موجودة في الطبي ومثلا كان فيه جماعة راحة هيروشيما فقارنوا الأشعاء اللي موجودة في هيروشيما بالأشعاء الطبي فبعدين حددوا يعني هل قدر الأشعاء معين ممكن يسبب فيه الميض هذا الشيء جديد بالنسبة للأشعاء الطبي الموجود يعني هو أكثر اقتبار يسبب أشعاء هو طبعا الأشعاء المقطعية والأشعاء العادية بس الرنين المغناطيس والسونار ما فيه أشعاء فشافوا أنه ممكن تزيد نسبة أحتمالية أن الشخص يتعرض السلطان مو ألحم مباشرة بعد فترة طويلة من الزمن جميل طيب دكتور يعني نسمع أحيانا بالرنين المغلق والرنين المفتوح والرنين المغناطيسي يعني وايد مسميات عندنا شو هذي المسميات؟ خلنا يعني يعني الواحد يبغي يبغي يثقف نفسه في هذا المجال شو يعني الرنين المغلق والرنين المفتوح؟ هو اختلاف فيزيائي هو الرنين المغلق أن الميض يدخل داخل الجهاز ويحس أنه داخل الجهاز بشكل كامل أوكي الرنين المفتوح لا بيحس الميض هو بعده بره الجهاز أوكي طبعا كوجودة الصورة الرنين المغلق للأسف أحسن بوايد من الرنين المفتوح عشان شي تتحصل المستشفيات دائما تركز في الرنين المغلق وحتى لو تقرأ أبحاثنا دائما مركزة على تطوير الرنين المغلق أكثر ما هو المفتوح ليش عشان تعطي الصورة أوضح؟ تعطي الصورة أوضح وفي مجال أنك تطور الصورة أكثر بعد عرفت فتحصل حتى الشركات الكبرى اللي موجودة في الأشعة دائما تركز على الرنين المغلق ليش ما تحصل فيها الجهاز المفتوح جميل الرنين المغناطيسي دكتور هو نفسه هذا؟ هذا الرنين المغناطيسي يعني أنه في شي نحن دائما نسمع اللي يسوون الرياضيين هاي الفحوصات الأشعة يسهمونها؟ مغناطيسي هذا فيها إذا مثلا واحد متعرض شاكل في رباط صليب مثلا وعلى قطع في رباط هو الرنين المغناطيسي يسهمونها طيب الآن هذه الأجهزة متوفرة في مستشفى راشد وأيضا في لها يعني بروسس معين يتماشى مع المعايير العالمية في ضبط الجرعات الخاصة بهذه الأشعة بالنسبة لبعض الأمور الدكتور نسمع أنه تعطونا شوية مواعيد بعيد مواعيد أولية أول بول في هذا المجال؟ وهو حاليا بالنسبة للرنين إذا المريض ممرقد في المستشفى حاليا يحصل موعد خلال أسبوعين خلال أسبوعين؟ خلال أسبوعين يحصل في مستشفى راشد ممتاز حاليا إن شاء الله بعد نركب جهاز يديد نبدل جهاز قديم على شهر يناير منتظري بعد يكون مواعيد توصل لأسبوع بعد مش أسبوعين جميل مريض مرقت في المستشفى خلال 48 ساعة يحصل خلال 48 ساعة يجب أن إذا مرقت المستشفى إذا طلبوا لفحصوا هذا خلال 48 ساعة ممكن يشوف الدكتور يشوف العينات الخاصة بهذه الفحوصات يعني نقدر نقول أن الفترات الطويلة للانتظار لإجراء فحوصات الأشعة تم النظر إليها تم حلها بشكل كبير وأيضا خلنا نتكلم عن توجهات مستقبلية بالنسبة لكم دكتور في هذا المجال حاليا هو الأشعة في العالم يعني طبعا تقسمت لعدة أقسام فالحين عندك الأشعة عندك الأشعة للأعصاب وعندك أمراض الصدرية أمراض الفدي أمراض الجهاز الهضمي فأحنا في مستشفى نحاول أن نحاول نركز كل التخصص بروحة خاصة مستشفى صدرية بالنسبة لنا فعندنا الحاليا بحاجة نوال يكون لدينا عدة أقسام بداخل الأشعة ممتاز أم نجد طباحات من برّا وإن دكاترا يداربون علي أيضهم جميل جدا جميل جدا هذا توجه ممتاز جدا دكتور الحين في بعض الأحيان يعني حتى أنا بين متابعتي مع المرضى وكذا أحيان اللي يتصلون واللي نتابع معبر وسائل التواصل الجتماعي يعني ويدي منهم يطلبون فحوصات الأشعة ويمكن هذه الفحوصات هم مش في حاجة لها أصلا دكتور لكن نبغي نوجه نصايح عامة لأفراد المجتمع وخاصة خواتنا لسيدات الحوامل هذه اللي نبغي نعرف يعني خطورة مثل هذه الأشعة على الأجنة عندهم وهل المسألة وهي ضرورية أن أخذ صور ولا ممكن أخفف هذا المجال أو أخذه حسب رؤية الطبيب طبعا هو القرار اللي جاء في النهاية للطبيب الكلينيكي اللي هو طلب الأشعة هذه حتى في الحوامل إذا هو حس أن المريض هذا يحتاج لأشعة فنسوي أشعة مراض في أمراض متعلقة بالحامل مثلا فتحتاج تأخذ فيها قرار حاليا هل أن المريض هذا يروح للعمليات ولا تعطيه دوة يكون يأثر على الجنين ولا لا فيكون فهذا فأنا أنصح في هذا أنه دائما يأخذون رأي الطبيب المختص بهذا التخصص اللي شاكين فيه هالمرض وهو يقرر هل هذا يحتاج لأشعة ولا جميل وأحنا بعد نحاول قدر مستطاع إذا كانت الحامل تحتاج أشعة نعطيها أقل مقدار من أشعة نغطيها نغطي وشسمة ونحاول نكون مقدار الإشعة أقل مثلا من الإنسان العادي ممتاز هذا جدام دكتور نحن دخلنا الآن عصر الثري دي أو التقنية الثلاثية الأبعاد أيوة هذه ممكن تعتمد بشكل رئيسي حتى على الصور اللي أنتو تقدمونها أي نعم شو مخططكم حق هذا المجال دكتور هو طبعا الثري دي داخل في الأشياء من زمار يعني من بداية عام 2000 داخل مع تطور أجهزة الأشياء المقطعية والرنين فهي مجرد طباعة للصورة رئيسية يجري الدكتور يشوفها جدامة ويشوفها طبعا المجال بعد بيتطور ويتطور لأنه تعرف الأشياء وايد محتمدة على الكمبيوترات وهي أكثر جزء من حياتنا اللي قاعد فيه توطويرات جميل دكتور قبل أن أختم معاك إذا حاب توجه كلمة أخيرة نصيحة للمستمعين أي شغلة ممكن أنا نسيت أذكره في هذا الحوار أنهم المستمعين أنهم ما يصرون على الدكتور يطلب لهم إختبار إشعاعي إلا لو الدكتور هو اللي يطلب منهم طبعا مثل ما قلت الإشعاع الطبي مو ويتخطر بس بعد إنسان لازم يحضر منه وإحنا بعد قد مستطعنا نحاول دائما دور بديلة سواء كان الرنين المغناطيسي أو الأمواج الفوسطية لما فيها إشعاع جميل دكتور أسامة البستك استشاري ورئيس قسم الأشعاع بمستشفى راشد نحن سعيدين جدا بهذا الحوار معاك وشكرا أنك أعطيتنا هذه المعلومات الجميلة عن الأشعة وفحوصات الأشعة بين المنافع والمطار شكرا لك دكتور أيضا مستمعين يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون الحلقة اليوم كانت خفيفة ولطيفة على مسامعكم كذلك نذكر بأهم ما ورد في هذه الحلقة أن مسألة الواحد إذا بيسوي الأشعة يعني ياخذها حسب إرشادات الطبيب وما يحاول يعني بروحة يصر ويحاول قدر الإمكان أن يدفع الطبيب أن يسوي لهذه الأشعة وهو مش في حاجة لها هذا واحد اثنين أيضا كنا نتحدث عن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال فهني قال الدكتور محمود أن يجب محمود الحليق قال أن يجب على الوالدين تأكد من أن تم يعني أخذ العينة الخاصة بالفحص المبكر لهؤلاء الأطفال من كعب الرجل بعد 48 ساعة وفي أول أسبوع واي الضروري هذا الفحص يعني إذا حد ما سوى سواء في الخاص ولا حتى خارج الدولة يجب أن يعمل هذا الفحص لأن هذا يقي الطفل الآن الكثير من الأمراض باقي يا جماعة الخير 13 يوم على انتهاء المهلة المقررة لانضمام غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي في دبي إلى منظومة الضمان الصحي قبل بدأ سريان الغرامات المقررة والمحددة بيوم الأول من يناير 2017 العمالة المنزلية الموجودة عندنا في البيت يجب أن تؤمن يا جماعة الخير في غرامات سوف تفرض على أي شخص لم يقم بتأمين هذه العمالة باختصار يعني عشان أوفر عليكم أي إقامة صادرة من إمارة دبي في عليها تأمين أي إقامة صادرة من إمارة دبي في عليها تأمين لكن الآن منولي يأمن هذه مسألة أخرى منولي يأمن ممكن يكون صاحب العمل ممكن يكون رب الأسرة ما أدرك الواحد على حسب الأوضاع الموجودة عنده لكن ما نقوم نحل الثنين دكتور وخلصنا البرنامج عموما وصلنا لختم حلقتنا اليوم على من نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي من خلف المكرفون وفي التنسيق كانت معنا حمد المعيوف وفي الأعداد فريق قسم الإعلام وفي الأخراج حمد الصفار وإلى اللقاء ودمتم بصحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر